كان يسمى ميناء الخبر التجاري ويعود تاريخا إلى 1935 حينما أنشأته شركة أرامكول يكون ميناء لتصدير النفط وأيضا التواصل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ويعتبر أول مشروع يربط بين البلدين وكانت هناك أيضا رحلات أسبوعية في هذا الميناء للبحرين تهابا وعودة تحولت فيما بعد إلى رحلات يومية كانت تكلفة الرحلة الواحدة قرابة الخمسة ريال بعدها أصبحت مع التطور أصبحت خمسين ريالا وكانت تستغرق الرحلة ثلاث إلى أربع ساعات توقف الميناء عن العمل في عام 1986 مع الفترة التي أنشأ فيها وتم افتتاح جسر الملك فهد